السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي ومتتبعات قناة أجيال المستقبال التعليمية مرحبا بكم في هذا الدرس الذي سنستطرق من خلاله لطرق تدعيم الاستجابة المناعاتية عندما تدخل الجراتب إلى الجسم تتكاثر وتنتشر نتحدث عن خمج جرطومي الذي يسبب أمراضا متفاوتة الخطورة إذن التساؤل الذي يمكن طرحه كيف ينقي الجسم كيف ننقي الجسم من العدوى بالجراتب وكيف نعالج الجسم في حالة تطور الخمج الجرطومي إذن طرق الوقاية من الأمراض الجرطومية ثلاثة أنواع كي ينططهير الإنقاء التلقيح بالنسبة للتطهير هو القضاء على الجراتب على مستوى الجرح فور حدوته ويكون ذلك باستعمال مواد مطهرة مثل البطادين الكوحول مع جغيل مخفى بالنسبة للإنقاء منع الجراتب من الوصول إلى الأنتجة أثناء العمليات الجراحية أما فيما يخص التلقيح فالتلقيح يستهدف دفع الجسم إلى إنتاج مضادات أجسام بكميات كافية لإبطال مفعول جراتب معينة أو سمين جراتب معينة تحسبا لإصابة مرتقبة يعني الهدف من التلقيح هو أننا نحفز الجسم باش نتجنا مضادات الأجسام بواحدة كمية كافية لإبطال مفعول جراتب معينة أو سمين جراتب معينة تحسبا لإصابة مرتقبة مثل التلقيح ضد الكزاز باستعمال دفان الكزاز سمين واهن أو التلقيح ضد السل باستعمال بسجي عصيات واهنة بعض طرق العلاج بالنسبة لطرق العلاج شو ندب الطرق ديال الوقاية الآن سوف نتحدث عن طرق العلاج بالنسبة لطرق العلاج كان لإستمصال والإستمصال هو حقن مريض بمصل والمصل هو الدم سائل فيزيولوجي يستخلص من الدم المصل هو واحد سائل فيزيولوجي يستخلص من الدم وهذا السائل فيزيولوجي يحتوي على كمية مرتفعة من مضادات أجسام نوعية جاهزة صادرة عن أشخاص ممنعين ضد نفس المرض يعني أن المصل هو يحتوي على واحدة كمية مرتفعة من مضادات الأجسام النوعية يعني ضد نوع معين من الأمراض أو من الجراتيم ويكون جاهزا يعني صادرة عن أشخاص ممنعين ضد نفس المرض المضادات الحيوية إذن العلاج يكون إما بالإستمصال أو مما بالمضادات الحيوية بالنسبة للمضادات الحيوية لاحظوا معي لزونتيبيوتيك هي مادة كيموية تنتجها بعض الفطريات لتحديد المضادات الحيوية الأكثر فعالية في محاربة بكتيريا مسببة لخماج جرثومي معين ننجز مبيانا حيويا مضادا حيث نأخذ البكتيريا من الشخص المصاب كنأخذ البكتيريا من الشخص المصاب ونزرعها في وسط ملائم ثم نضع فوق هذا الزرع أقراص صغيرة متساوية القطر مبللة بمضادات حيوية معروفة وبعد مرور بضعة أيام تظهر باحات لاحظوا معي عندنا مبيان حيوي مضاد لاحظوا مستعمرة بكتيريا هي اللي عندنا هذة النقاط الصغيرة هناك قرص مبلل بمضاد حيوي عدة أقراص كين واحد واثنان وثلاثة وأربعة وهناك تلاحظ كالظهور باحات إنحلال باحات الإنحلال يعني أماكين تنعدم فيها البكتيريا حول بعض الأقراص يعني حول بعض الأقراص مش كلش الأقراص عندنا القرص واحد والقرص اثنان هناك ظهور باحات الإنحلال إذن حدد المضاد الحيوي الأكثر فعالية على البكتيريا التي تم زرعها علي جوابك استنتج أهمية المضاد الحيوي إذن الأجوبة علىها التمرين المضاد الحيوي رقم أربعة إذن المضاد الحيوي الأكثر فعالية على البكتيريا التي تم زرعها هو المضاد رقم أربعة لأن هناك باحات الإنحلال واسعة بالنسبة لهذا إذن السؤال الثاني حدد استنتج أهمية المضاد الحيوي إذن أهمية المضادات الحيوية تتمثل في القضاء على البكتيريا تتمثل في القضاء على البكتيريا المضادات الحيوية الدور ديلها هو القضاء على البكتيريا إذن ملحوظة تعمل المضادات الحيوية على وقف تكاتور البكتيريا مما يسهل عمليات البلعميات في بلعمتها وهضمها يعني الدور ديلها أنها كتلعب واحدة الدور كيتجل في وقف تكاتور ديل البكتيريا وهذا الوقف عندما يعني كتكون بواحدة كمية قليلة يسهل على البلعميات بلعمتها وهضمها بسهولة إذن هذا هو الدرس ديلنا كنتمنى أنكم تكونوا استفتوا معي وإلى فيديو آخر بحولنا